متابعة شاشة نادي الهالي تأتى المباراة بالتأكيد بفوز مستحق لنادي الهالي بالتلات أداب مقابل أداب في زهاب نهاية دولة وطالة أفريقيا ينكي من مكر نادي الهالي بالجسيرة وحالة من الفرع والسرور هذا مع أحد الأعضاء مبروك الله أبارك فيك وأقول مبروك لنادي الأهلي وكل جمهوري النادي الأهلي بصي كان صعب جدا والحمد لله البلد اللي جيدة أسر شوية لسا الحمد لله احنا جبنا جون التالت وإن شاء الله إن شاء الله نكسب بينك بإذن الله كنت توقع هذه نتيجة بصراحة والله كنت توقع اتنين صفر بس تلاتة واحد برضو مش بطال كويس الحمد لله وإنت إيه رأيك النهاردة فازي المباراة لا والد سلمان عمل شغل جامع ده والله يعني مناش عارفين نشكره إزاي أصلا طبعا نجمل لقاء وهو بقى له فترة مستوى ممتازة الحمد لله أشكرك رأيك النهاردة فازي المباراة بصراحة حاسب بس لده مباراة تكتيكية عالية من المدربين الاتنين بتاع فرق الترجي وفرقة النادي الأعلي بس إحنا إن شاء الله بإذن الله بنقول يا رب هناك الفوز في رادز بس إحنا لازم ما نكونش برضو متطمئنين أو في المقولة اللي هي دايما إحنا نكسح في رادز ماتش صعب فرقة الترجي فرقة قوية برضو مش ضعيفة وإن شاء الله نحقق الفوز هناك بإذن الله نرى كيف المباراة الحمد لله على كل شيء نهار خلصت بس جون اللي هو جيه ده لازم نعمل حساب ليه جامد أوي 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 لإن فرصتنا إن شاء الله بإذن الله هنحافز الأول ما يخشش فيه نجوان وإن شاء الله بأي نتيجة هنعد بإذن الله نكمل مباراة ميد من أجل نظر النياردة والد سليمان طبعا كابدال والد سليمان مسراح وايلي جمل مصري هو اللي فرحنا وإن شاء الله المصري جاي برضو يفرحنا بإذن الله وناخد البطولة بإذن الله إن شاء هوا زول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الأهل حديد وبطولة أفريقيا في مصر والتسعى يا أهلي وربنا يبارك في وليد أزارو وليد سليمان وهحيا الأهلي اللي بيفرح شعب مصر الحمد لله ألف مبروك على الفوس طبعا وإن شاء الله هنحطي في الفرادس إن شاء الله على ملعبنا التاني يعني وإحنا ملعبين في اللعيفة إن شاء الله ملعبين ملعب في مصر ملعبشي ما عايز هو عود إحنا لك ملعبنا عاطو ألف مبروك للأهلي وإن شاء الله التسعى يا أهلي والماطش اللي هناك هيبقى صعب عشان إحنا منلعب رقم 2 في أفريقيا الأهل المصنف الأول الكبير كبير والترجي رقم 2 مش منلعب الفريق رقم 15 أنا عاز أقول إن ملعب رادس من زي زمان إحنا عايزين ملعب رادس نكون رجالة زي ما كنا رجالة النهاردة ضروري نكون رجالة ما نحطش في دماغنا إن ملعب رادس بتاعنا لأ عايزين نبقى رجالة زي النهاردة عايزين ثلاثة هناك تاني أكيد إن شاء الله أعايز أقول مبروك للأهلي إن شاء الله بإذن الله الكياس بتاعنا إحنا إحنا الأهلي الأهلي فوق الجميع وعايزة أقول لأهوت عالي وليلهم عاجة كنت متوقع يا نار كنت متوقع أنا أليكسب والله أقول لك تنظر أمي أنا كنت متوقع ثلاثة واحد وأنت تلاثة واحد لجماعة العديدة وحلوك نكسب هناك تلوح خلي بالك كنت سلعب حفظ عمل تصويت لكل مشاجئين اللي يتوقع المباراة ليه ثلاثة شرطات مبروك ليه ثلاثة شرطات أهلي أهلي وحنكسب هناك اتنين أهلي 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 شكرا أنا أصلا جاي من أمريكا مخصوص عشان نتفرج عن ماتش ده وبقول لحبايبي كلهم جورج بيمس عليكم والأهل إن شاء الله إن شاء الله الجمعة جاية هنكون هنا وهنكسب وهكاس هيكون معنا وكلنا هننام الليل وعايفين الكابتن بيبو برئيس البيع سهلاك عشان هو اللي يجيب الكاس وييجي بيه وبيبو وبيبو انت يا بيبو حبيبي عشان كده أنا اسم جورج اسم جورج بيبو بس بروح التسعي أهلي يمكن مشاعي أهلي أكيد أهلي يمكن حالة من الفرع والسرور والسعادة يمكن أهلي فوق أكيد مشاعر مختلفة ويبكن لسه مستمرين كمان في الهتفات والكلام الكبير لكن الأهلي النهاردة فرح جماهيره فرح أعضاؤه فرح الوطن العربي كعادته الأهلي في زهاب نهاية دورة أبطالة أفريقا يتفوق على التراج إن شاء الله يرجع بالكاس من رادس مبروك للأهلي شكرا لك كلمة زميل عزيز السادة وحفظه لك بكل جديد أول بأول شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك